يعرفان جيدا مكان تواجد أهم النباتات والأعشاب الطبية المنتشرة بين أحضان الطبيعة وأدغال المنطقة الجبلية أذرار تكوشت بدوار أيثالومحند هنا الساكنة جمعاء يلجأون إلى جلب الأعشاب الشائعة ويعتمدون عليها في التداوي وقد أثبتت مع مرة التجارب عبر قرون خلت نفعها في علاج الكثير من الأمراض والأوبئة تبع البلونت نوذرر كالزعثر جنرال المودوين سخدم ثورة ونساء على قريب ونساء على بحري ديشحوش تيزلقين عيد المرنك صاببا من كده السوف لنات ريسپيراسيو يبدو هين سخدمتها شوية تشقوات دوث تخمت الخلطة شوية ان كان طيب نعض ذكرها القرص دناعنا حتى سوتاتي بعض وطين صرحي تكرتون فون فورما بإذن الله تنكني ثورة ذايم سدورة نسعى البلونت داغورناغ نفعنتم لحمل حلاب على غرار عشبة الزعطر أغلب هذه النبتات تتواجد بالمرتفعات الجبلية والوصول إليها يكون غالبا بأياد الرعاة الفئة الأكثر معرفة بخبايا هذه الأعشاب الطبية استخدام هذه الأعشاب يجب أن لا يكون بطريقة مفرطة لتفادي أي مضاعفات محتملة ومن الأحسن أن تكون محل بحث من قبل المختصين في هذا الظرف الوبائي تزايد استعمال هذه النبتات والأعشاب الطبيعية والتداول عليها وهذا بعد إعدادها بطريقة يدوية ثم استهلاكها شرابا أملا في العلاج والتداوي من أمراض هذا الزمان